من هذه الغرفة يسترجع عم أحمد كريات فراق ابنه الشاب مهدي الذي راح ضحية اعتداء بسلاح أبيض في أحد الأحياء الشعبية بالجزائر العاصمة أربع سنوات مرت وكله أمل في أن تتخذ العدالة الجزائرية عقوبات صارمة للحد من ظاهرة استفحلت كثيرا في الآوينة الأخيرة راح ضحية وليدي بضربة خنجر وليدي أنا كان محبوب معروف كافي بجراح الناس قاعدة تحبوه كان مطلق يتمح في حاجات مليحة دائما يتمنى الخير لناس يتمنى أهل أمره نطالبه عقوبات في هذا المجال هذه الظاهرة استفحلت في عدة مناطق في البلاد وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي البعض يرجع أسبابها إلى فترة الحجر الصحي وتداعياتها النفسية على الأشخاص فضلا عن تأثيرات تضاؤل الحصول على المخدرات لدى مستهلكها بسبب منع حركة السير في عدة ولايات في البلاد إلى جانب تباين في مستويات القاطنين في الأحياء الجديدة ما أسهم في ارتفاع درجة العنف الحجر هذا أدى إلى نقص مادة المخدرات وبالتالي هؤلاء المدمنين أرجعوا إلى الحبوب المهلوسة والحبوب المهلوسة كما هو معروف هي التي تثير الهيجان وتثير نشاط وهذا النشاط يؤدي إلى العنف وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن تحضير مشروع قانون أكثر تشددا لردع ظاهرة العنف في الأحياء وارتفاع نسبة العنف خلق جوء عدام الأمن في الأحياء ليل ونهار وإدراك لما لهذه الظاهرة من مخاطر فقد أمر السيد رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون لردعها وهو حال في مرحلة السيغة النهائية ويرى خبراء القانون أن النصوص القانونية الحالية لا تتلأم مع درجة الجرع منوعها والتي أصبحت منظمة على شكل عصابات ما يستوجب تحديتها بعقوبات قاسية التفكير في رفع العقوبات في رفع العقوبات عن حيازة الأسلحة البيضاء أنت تقريب كثير من الشباب الجزائري الآن يتجولوا في الأحياء في الشوارع ويحملون تحتهم أسلحة بيضاء دون مانع ودون ردع إذن من شأن هذا المشروع على القانون جديد اللي رح يرفع في العقوبات ويجعلها ربما قاسية نوعا ما من شأنه أن يرضع هذه الظاهرة مع ارتفاع درجة العنف والاعتداء تتواعد السلطات الجزائرية بتشريعات جديدة تتضمن عقوبات أكثر تشددا لاستعادة الأمن في الأحياء والشوارع وردعي عصابات الأسلحة البيضاء محمد جرادة الحرة الجزائر